بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص احنا مستقررين على حلقة يوم السبت بتكون مع اصحاب السعادة واصحاب السعادة محتاجين مننا حيات كتيرا لازم نتكلم منها عشان يفضلوا هم اصحاب السعادة وتفضل السعادة هي المعنى الاساسي اللي بيحركهم في حياتهم الزوجية سواء كانوا مقبلين على الزواج او كانوا في السنوات الاولى من الزواج وكمان حتى لو هم من المخضرمين وعايشين في الجواز بعد 15 سنة ولا حاجة النهاردة عن التكلم على معنى مهم جدا 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 بيجلي بالسعادة حاجة مهمة جدا حاجة لازم نتعلمها حاجة ما بنتولدش بيها لكن لازم نتعلمها وحاجة لو افتقدناها الحوارات في الجواز بتبقى حوارات ترشان حاجة لو افتقدناها ما بنيوصلش لان حوارنا مع بعض يسعد التاني وعشان احنا اصحاب السعادة بنتكلم عن اصحاب السعادة لازم نتكلم عن شغلانة دايما انا بتكلم عنها انا دايما اقول للناس انا بشتغل شغلانة تانية بعد الدور الشغلانة التانية اللي بعد الدور بشتغلها ايه؟ بشتغل مترجم يعني ايه مترجم؟ بترجم ستاتي للرجالة وبترجم رجالي للستات ليه؟ لأن في الحقيقة الرجال والستات ما بيتكلموش نفس اللغة لازم نعرف كده طب ده معنى ايه؟ معنى حاجة مهمة قوي أني مش هينفع سعادة زوجية ما بين الرجل والست من غير ترجمة يعني ايه ترجمة؟ لازم الستة تعرف أن منطلقات الزوج في الحوار غير منطلقات غير منطلقاتها فالزوج دايما هو بيتكلم ايه الحاجة اللي هو عايز يوصل لها؟ ايه دايما هو بيتكلم وهو بيقصد ايه؟ قصد أنه هو يبقى بطلك أصل قصد أنه هو يبقى سندك قصد أنه هو يكون هو مصدر الاحتواء في البيت فهو لما بيتكلم بيتكلم بهذا المعنى طب الستة لما بتتكلم لما بتتكلم هي دايما بتحب تحصل على الأمان إذن لازم نعرف أن طبيعة المرأة عميقة شوية يعني المرأة ما بتتكلمش كلام سطحي لازم الكلام ده بيبقى وراء معنى هل معنى كده أن المرأة بتلفه الدور؟ لا هو دي طبيعة الإنسان لما يكون بيطلب الأمان وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال مسألة الترجمة دي أشار إليها صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ قال لي السيدة عائشة إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني ساخطة إذا قلت بس بقى الكلام إيه علاقة بقى اللي يقوله حضرة النبي بالرضى والسخط إذا قلت لا ورب إبراهيم كنت عني ساخطة وإذا قلت لا ورب محمد كنت عني راضية إيه ده؟ ده إيه ده يا رسول الله إنت بتعلمنا إيه؟ بحضرة النبي بيعلمنا إن إحنا نفهم زوجتنا يعني إيه؟ نترجم اللي هما بيقولوه هي لما قالت لا ورب إبراهيم كانت بتقوله يا رسول الله رضيني أنا بحبك بس رضيني ولما بتقول لا ورب محمد أنا رضي عنك وبحبك يا رسول الله وعشان كده حضرت النبي لما قالها كده رح تقالي على طول قالت له وفهمت إنه هو بفهم فقالت له إيه؟ والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله يعني الكلام صح بس أنا كمان ما بهجرش غير اسمك بس ده أنا بكون بأعطي لك رسالة وإنت يا رسول الله فهمت الرسالة يبقى لازم نفهم إن السابت بتفكر بتفقير عميق غريق والراجل بيفكر بشكل أفقي بسيط ليه دايما؟ لإن دايما المرأة بتدور زي ما قلنا بتدور على إيه؟ بتدور على الأمان لكن الراجل بيدور على إيه؟ بيدور على الإنجاز وعشان كده لازم الراجل يبقى فاهم كويس لغة المرأة دعا لأقول لكم مثال الراجل راجع من البيت راجع البيت دلوقتي ووشه مقفهر وتعبان وراجع من الشغل زي ما بيقولوا كده مزنهر ووشه جايب ألوان وبس لقاها هي نفس الحكاية ووشها مزنهر ويه جايب ألوان فرح سألها قال لها مالك قالت له ماليش وهي سألته مالك قال لها ماليش هم قالوا كلمة واحدة بس ماليش عند الراجل غير ماليش عند الست ماليش عند الراجل معناه إيه؟ أنا النهاردة تعبت واداس علي في الشغل واتمرمط فاسبيني شوية نص ساعة ولا ساعة أفصل وارجع صالح صليم زي ما أنا دي بقى الراجل بيقول لها سبيني أفصل وانا هرجع زي الفل بس أنا أتمرمط واداس علي كرمتي هي بتقول له ماليش هي هو هي أصداء إيه؟ انت هتقول لي أول مرة مالي مالك هقول لك ماليش تاني مرة مالك ماليش تالت مرة مالك هقول لك ماليش واتكلم لمدة تلت ساعات يبقى إيه اللي حاصل؟ أنا أتمرمط واداس علي كرمتي بس مش هتكلم من أول مرة محتاجك تضغط عليه عشان أتكلم ليه؟ عشان أحس إن أنا استردت كرمتي واتكلم واطلع كل في قلبي تخيل لو إن الراجل قال إن ماليش بتاعت الست زي ماليش بتاعته وده اللي بيحصل من الرجالة يعمل إيه با؟ يقول لها مالك ماليش أيوة هي هتعد شوية واتفصل واترجع زي الفل إيه واتعمل كده؟ لو عملت كده إيه اللي هيحصل؟ هي مش هتفصل هي هتفضل تتكلم الكلام ده منها وبين نفسها وانت هتتحول بعد ساعة إلى الوحش اللي سابها للألم والوجع وما سألش فيها وما وفش جنبها وما كانش سندها يعني إيه؟ لازم تتكلم طب هي لو إن هي ماليش بتاعته فهم أن ماليش بتاعت الراجل زي ماليش بتاعتها فهيتقوله مالك ماليش مالك ماليش مالك ماليش ويزعق بقى ليه؟ لأنه حاسس إن هي بتضغط عليه وبتمنعه إنه هيسترد طاقته مرة تانية بإنه يفصل ويرجع تاني كلمة واحدة ما بين الراجل والست شوف عملت إيه؟